ينضب إلينا الآن من لندن مدير المركز العربي للعدالة محمد الشيخلي سيد محمد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد سيد محمد في غرفة الأخبار أهل بيك نتحدث عن هذا الموضوع الذي أصبح طبق أساسي على الوجبة اليومية المتوسط الطريق الأكثر فتكا في العالم نتحدث عن كما ورد في التقرير قبل قليل 411 وفاة حتى الآن هذا العام هذه أرقام ضخمة هل هناك أي شيء يمكن أن نفعله للتقليل من هذه الكارثة بالتأكيد أخي مهند نحن أمام مأساة إنسانية كبرى وبذات الوقت نجد بأن المجتمع الدولي يصم آذانه اتجاه قوارب الموت المتكدسة يوميا في البحر الأبيض المتوسط وللأسف ليس هناك حلول جذرية من قبل دول الاتحاد الأوروبي سواء من الدول المستقطبة أو المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين كإيطاليا واليونان على العكس نجد أن هناك انتهاكات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى غلق الآذان عن النداءات الاستغاثة من قبل بعض القوارب التي تتعطل في البحر ولا يوجد هناك من يقدم لهم يد المساعدة أنا أعتقد أن المجتمع الأوروبي ونتيجة الأزمات المتتالية التي تتعرض لها أوروبا كأزمة أوكرانيا كما ورد بالتقرير وأيضا لا ننسى تداعيات أزمة كورونا كل هذه سببت حقيقة ضغوطات كبرى على دول الاتحاد الأوروبي الإشكالية الكبرى أنه ما زالت دول الاتحاد الأوروبي تحاول أن تتخلص من هذه الأعداد الكبرى التي تأتي إليها بواسطة قوارب الموت ولكن للأسف الخسائر كبيرة ولا يوجد حلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة كفتح مشاريع تنموية في البلدان التي الطاردة للشباب سواء في أفريقيا أو في دول شمال أفريقيا كما أن هناك المافيات الدولية التي تتاجر بهذه الأعداد الكبيرة من البشر وتدفع بها بقوارب الموت إلى البحر الأبيض المتوسط طبعا هناك مسؤولية على دول المقر دول الشواطئ الأوروبية وهناك مسؤولية أيضا على الدول التي تنطلق منها هذه القوارب ولكن دعني أسألك الأرقام التي تشير إلى وصول أعداد كبيرة من هؤلاء صحيح هناك من يلقوا حتفهم في البحر ولكن هناك أعداد كبيرة على ما يبدو تصل هل هذه الأعداد هي ما يشجع باقي الناس الذين يرغبون في الهجرة على مواصلة أخذ هذه المغامرات والمجازفات للوصول إلى الطرف الآخر دعني أوضح نقطة مهمة سيدي مهند إشكالية المهاجرين غير الشرعيين هي عدم استيعابهم لما ورد بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 51 واتفاقية ديبلين الخاصة باللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي هؤلاء الشباب دافعهم الأساسي هو الهجرة الاقتصادية لتحسين وضعهم الاقتصادي ولكنهم لا يدركون أن هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات تتعلق بالأشخاص الذين تتعرض حياتهم إلى الخطر المحدق في بلدانهم وبالتالي ليس هناك مجال للمهاجرين الاقتصاديين وهم غالبية هؤلاء الذين يركبون قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط ولا يدركون أنهم حتى عند وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لن تتوفر لهم المعيشة الوردية أو أن يتوفر لهم الإقامات لأن القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالإقامات حقيقة متشددة جدا سواء في ألمانيا سواء في إيطاليا سواء في فرنسا سأعطيك مثال أيضا بسيط الآن المملكة المتحدة تعاني من قوارب التي تأتي من خلال القناة الإنجليزي للمهاجرين من فرنسا المملكة المتحدة بكل إمكانياتها لم تستطع أن توقف هذه القوارب القادمة واضح أن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء أستاذ محمد هي أوضاع بائسة للغاية وهذا ما يدفعهم بغض النظر عن الأوضاع في دول المقار شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة كان معنا من لندن